إلى ذلك وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وجه قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز بمضاعفة الجهود والعمل وفق رؤى علمية ومنهجية مختلفة لمعالجة التحديات المتراكمة التي تشهدها المحافظة وكذا الآثار المتراتبة على الحصار المفروض من ميليشي الحيوث الانقلابية وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وأكدا الدكتور معين عبد الملك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز أن سمرار تعنت ميليشي الحيوث في رفع حصارها المفروض على تعز بموجب الهدنة الأممية بحتم وضع كل الخيارات لرفع المعاناة عن المواطنين لافتا إلى دعم الحكومة وبتوجهات من مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة تعز وقيادتها في تخفيف معاناة المواطنين وضبط الأمن والاستقرار وكذا تحقيق سيادة القانون غسمع رئيس الوزراء من محافظة تعز نبيل شمسان وقيادات السلطة المحلية إلى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وجهود تفعيل الأداء المؤسسي ومواجهة الاختلالات في المصالح الحيوية ومنها الجبايات غير القانونية ومكافحة الفساد وإحالة من شملتهم تقارير الجهاز المركزي إلى النيابة العامة إضافة إلى مراجعة أعمال شركات الطاقة الخاصة والعمل على وضع تسعيرة عادلة لخدمة الكهرباء وناقش اللقاء التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة والمعالجات المقترحة للتعامل معها إضافة إلى سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية وبينها مشاريع الطرقات لتخفيف معاناة المواطنين وتقليل تكلفة النقل على البضائع حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس با حارثة